السلام عليكم اهلا وسهلا بكم معي في قناتي ستيب باي ستيب معيكم نيشايماء ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلاس لبرايماري وان او للصبف الاول الابتدائي بنشتغل حصريا من كتاب الوزارة او الكتاب المدرسي لو اول مرة تشوفنا ما تنساش ترقوه على زرار سبسكرايب تعمل لنا سبسكرايب او اشترك في القناة ما تنساش كمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك اشهر ان درسينا الجديد نزل لو استفدت مننا ياريت تعمل لنا لايك والشير وتعرف الناس على قناتنا قناة ستيب باي ستيب التعليمية النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض يونيت ايت اوف تو وارك الى العمل اوف تو وارك الى العمل اوكي عندنا اليونيت بتبتدي من بيتش سكسين اوكي عندنا اه هنا في بكتر واصدقاء نبينا شو اللهم شايفينه في البكتر دي عندنا هانا واميرا وهاني ويوسف اه عندنا اول حاجة هاني بيقول ايه بص على البكتر بيقول what's this store what's this store what's this store يعني ما هذا المتجر store يعني محلة او متجر what's this store هانا ردت وقالت it's a bakery it's a bakery انه مخبز a baker makes and sells cakes here a baker اللي هو الشخص اللي بيشتغل في البكري بيبقى اسمه بيكر بيكر يعني خبز makes يصنع and where sells sell verb او فعل بمعنى يبيع cakes here cakes اللي هي الكيك والكاك here هنا it's a bakery a baker makes and sells cakes here اميرا سألت سؤال تاني وقالت what else does a baker do what else يعني ماذا ايضا what else does a baker do ايه هي الحاجات التانية او ماذا يصنع الخباز ايضا صدقنا يوسف قال he makes bread he makes هو يصنع bread الخبز او العيش look انظر it smells delicious it smells delicious يعني تفوح منه رائحة لذيذة delicious يعني لذيذ delicious 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 يعني لذيذ it smells smells يعني تفوح منه من ايه من ال bread delicious يعني لذيذ اوكي نعرى تاني اول سؤال كان صدقنا هاني سأل سؤال وقال what's this store هانا ردت على سؤال هاني وقالت it's a bakery a baker makes and sells cakes here اميرة سألت سؤال تاني وقالت what else does a baker do يوسف جاوب وقال he makes bread look it smells delicious اوكي كده خلصنا باج 16 تعالوا نروح لبيج اللي بعدها باج 17 التاعتل بيقول لنا let's make a cake let's هيا بنا make نصنا a cake كعكة او الكيكة اللي احنا كلنا عارفينها اوكي عندنا اكسرسايز 2 بيزي بي بتقول لنا listen and take listen استمع and take واعمل علامة صح احنا هنا هنتكلم في ان احنا هنعمل كيكة فعايزين نعرف ايه هي ingredients او المكونات اللي مفروض تبقى موجودة معينة علشان نعمل قلب الكيك بتاعنا اول حاجة i need i need يعني انا احتاج ايه هي الاحتاجات او المكونات اللازمة لعمل الكيكة اول حاجة عندنا one cup sugar one cup sugar يعني كوب من السكر او الشجر cup يعني كوب one cup يعني كوبية واحدة من الشجر بعد كده half cup butter half cup butter يعني نص كوب من الزبدة two eggs two eggs يعني عدد اتنين بيضة او بيتين two teaspoons vanilla teaspoons يعني معلقة صغيرة او معلقة الشاي two teaspoons يعني معلقتين صغيرين من الفانيلا one and half cup flour one and half يعني واحد ونص cups واحد ونص كوبية من flour اللي هو الدقيق او الطحين two teaspoons baking powder baking powder اللي هو محسن الخبز اول حاجة اللي بنحطها جوه الكيك علشان يبقى مسامي وينفش ويبقى عالي يعني يبقى له سمك فهو ده اسمه محسن الخبز اسمه baking powder baking powder half cup milk نص كوب من اللبن اوكي كده عرفنا الايه الانجريدينس او المكونات i need one cup sugar half cup butter two eggs two teaspoons vanilla one and half cups flour two teaspoons baking powder half cup milk اوكي عرفنا المكونات تعالوا نعرف الخطوات اول حاجة بتقول لنا mix the butter and sugar mix يعني اخلط او ادمج the butter butter اللي هي الزبدة and sugar مع السكر اوكي number two okay number two add the eggs and vanilla add يعني يضيف او او دف او هنضيف the two eggs اللي احنا هنحطوهم في الكيكة البتين بتوعنا and vanilla and vanilla يبقى اول حاجة هنعمل mix the butter and sugar هنخلط السكر مع الزبدة وبعد كده هنضيف the two eggs and vanilla number three add the milk and stir add the milk يعني ضيف اللبن and stir stir يعني يقلب verb بمعنى يقلب يعني يقلب المكونات مع بعضها زي ما احنا شايفين بالمضرب السيرك او المضرب اليدوي طيب step number four add the flour and baking powder ضيف الفلاور اللي هو ادقيه مع baking powder ومحسن الخبز step number five put it in a pan put it in a pan يعني ضعها في pan او طاصة او الالف بتاع الكيك pan اللي هو وعاقتها put it in a pan ايه هو اللي هنحطه في ال pan الخليط بتاع الكيك بتاعنا step number six او last step هي bake for 35 minutes bake يعني يخبز for او اخبزه for لمدة 35 35 يعني 35 دقيق يعني نصف ساعة وخمس دقيق 35 minutes يبقى تعالوا نقول الخطوات بالترتيب mix the butter and sugar add the eggs and vanilla add the milk and stir add the flour and baking powder put it in a pan bake for 35 minutes اوكي تعالوا كده نشوف exercise number four بيقولينا look انظر write اكتب and say what do you need to make a cake what do you need ماذا تحتاج need يعني تحتاج to make اللي تصنع a cake لصنع الكيك عايزين نكتب the ingredients او المكونات i need انا احتاج هنكتب المكونات بالترتيب i need بصوا لو بصينا فوق في the i need بتاعتنا نعرف نكتبها بالترتيب one cup sugar half cup butter two eggs two teaspoons vanilla one and half cups flour two teaspoons baking powder half cup milk اوكي يبقى دين الingredients بتاعتنا هنكتبها هنا في ال spaces دي كده خلصنا page 17 تعالوا نروح الpage البعدها page 18 اوكي التايتل بيقول language use language use استخدمات اللغة عندنا exercise one look listen and say look انظر listen استمع and say وقل اوكي دي jobs او وظائف عايزين نتعلمها عندنا picture one teller 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 اللي هو الصراف او امين الصندوق اللي بيشتغل في البنك بيبقى اسمه teller ويعني امين الصندوق او صراف مش بلازم يكون جوه البنك ممكن يكون في اي مصلحه كومية تانية بس هو المسؤول عن ان انه هو يدي الفلوس للناس او يقبط الناس بيبقى اسمه teller tellery بقى اسمه امين صندوق او صرف اوكي picture two dentist 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 طبيب الاسنين picture three nurse 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 ممرده picture four butcher 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 غزر picture five farmer 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 مزيرة picture six teacher 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 معلم او معلمة picture seven engineer 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 مهندس picture eight journalist 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 صحفي picture nine carpenter 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 نجر last picture chef 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 طاهي او طاهية اوكي عندنا الريد بوكس ده بيقول لنا remember remember يعني تذكر a teacher an engineer بفكرنا باستخدامات a او an او الارتكالز احنا بنستخدم اي لو بنتكلم عن اسم مفرد بيبتدي بكانستنت ليدرز او حرف ساكن انما ان بستخدمها لو بتكلم عن اسم مفرد ولكن بيبدأ بالفاولز او بالحروف المتحركة وهما a i o u e علشان كده اقول التيتشر إنما انجينير هقول الآن انجينير اوكي عندنا اكسرسايز 2 بيقول لنا read and say read اقرأ and say وهقل اول بكتشر بيقول لنا اي ام افارمر اي ام افارمر انا اكون فارمر مزارع اي ام افارمر بكتشر 2 هو يكون مزارع هنا صدقنا بيشاور عليه بيقول طيب قبل ما نكمل التعالوا أفكركم بالسابج برناونز أو دمائر الفاعل طيب عندنا verb to be زي ما احنا عارفين verb to be am is are am is are التلاتة معناهم يكون طيب امتا بستخدم am امتا بستخدم is امتا هستخدم are ده متوقف على الpersonal pronouns أو على الsubject pronouns لو انا الsubject pronoun بتاعي أو الفاعل بتاعي I بيبقى بياخد من verb to be am مثلا عندنا في المثال هنا I am a farmer I am a farmer I am a farmer أوكي لما يجي أقول هو مزارع هو يكون مزارع هقول معنى كده ان هي بتاخد as طب عايزة أقول هي مدرسة هقول she is a teacher she is a teacher she برضو أخدت as يبقى هي وشي بياخدوا as وكي وعندنا كمان at بتاخد as يبقى هي وشي وat بتيجي معهم as إنما we we you وthey بيجي معهم are يعني انا عايزة أقول لو بصينا في المثال هنلاقي هنا الدكتور بيقول we are dentists we are dentists نحن أطباء أسنان لما اختار الدمير الsubject بتاعهم كان we جمع الverb to be are we are dentists لو انا عايزة أقول هم يكونوا أطباء أسنان هقول ايه they are dentists they are dentists هم أطباء أسنان اوكي دي كانت تذكرة سريعة بverb to be احنا شرحنا في first term او في الترم الاول طيب عندنا كمان تعالوا نقول exercise 2 exercise 2 عندنا صدقنا هنا في أول صورة أول picture I am a farmer I am a farmer لما حبينا نقول انه هو مزارع قلنا he is a farmer الدنتس أو طبيب الأسنان بيتكلم عن مجموعة من أطباء الأسنان فقال we we يعني نحن are نكون dentists أطباء أسنان لو انا عايزة أقول هم أطباء أسنان هقول they are dentists they are dentists we are dentists they are dentists طيب عندنا كمان صدقتنا في picture تحت فيه dentists بتقول I am a dentist I am a dentist لو انا عايزة أقول هي طبيبة أسنان هقول she is a dentist she is a dentist طيب عندنا هنا مجموعة من الفايرفايترز أو two firefايترز بيقولوا we are firefايترز we are firefايترز firefايترز اللي هو رجل المطافي صدقنا عايز يشاور عليهم يقولهم رجال المطافي أو دول بيشتغلوا في المطافي أو دول هؤلاء يكونوا عمال المطافي فقال they are firefايترز they are firefايترز بخلاص فهمنا لو مجموعة لو هقول نحن هقول we are إنما لو عايزة أقولهم هقول they are لو عايزة أقول أنا هقول I am عايزة أقول هي هقول she is عايزة أقول هو هقول he is أوكي تعالوا نروح للبيج اللي بعدها page 19 التايتل بيقول what they do what they do ماذا تفعل what they do عندنا exercise 3 بيقول ask and answer اسأل ويجاوب أوكي هنا عندنا إيه عندنا مجموعة من الجاب أول في أصدقائنا في two friends صدقنا بيقول what does he do what does he do ماذا يفعل هو what does he do معناها هو بيشتغل إيه أو هو بيعمل إيه الإجابة دايما بتبقى بالجاب أو الوظيفة هنا صدقتنا لما عرفتنا بيشاور على الإنجينير قالت هو يكون مهندس he is an engineer he is an engineer طيب دائم دا بيتكلم عنه which picture بتكلم عن picture one اللي فيها an engineer طيب لو هنسأل عن picture two هقول لكم what does he do اختارت هي ليه علشان اللي قدامي دا مذكر أو رجل what does he do هنقول he is a chef excellent he is a chef طيب في نمبر three هقول إيه what does he or she she لأني لو قدامنا deep woman فقلنا what does she do what does she do she is she is a teacher she is a teacher طيب picture four what does he or she do she excellent what does she do she is a dentist excellent she is a dentist هي طبيبت أسنين طيب picture five what does he or she he what does he do what does he do he is he is a butcher يعني جزور بوچر جزور طيب picture six what does he or she do he what does he do what does he do he is a carpenter he is a carpenter طيب عرفنا إزاي بنسأل عن مظيفة الأشخاص بنسأل what does he or she do لو بسأل شخص هقول what they do أوكي عندنا exercise four look انظر listen استمع and complete وأكمل و then sing ويغني أوكي عندنا هنا عندنا الورد بوكس في مجموعة من الوردز أول حاجة engineer مهندس he هو she هي teacher معلم you أنت dentist طبيب أسنان أوكي عندنا أول picture picture of an engineer بيقول لنا what does he do what does he do ماذا يعمل what does he do he is an engineer طيب في سؤال بيقول لنا can I be an two هل أستطيع أن أصبح an engineer an engineer two هل أستطيع أن أصبح مهندس أيضا two 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 يعني أيضا هنا السؤال can I be an engineer two طيب تعال نشوف number two picture of what does she or he do what does she excellent she لأن she معناها هي وهي ضمير للمؤنث واللي قدامنا بنت أو girl أو woman فهنقول what does she do الأنسور بتبقى she is a teacher excellent she is a teacher can I be a teacher two can I be a teacher two هل أستطيع أن أصبح معلمة أو مدرسة أيضا can I be a teacher two can I be a teacher two أو أو طيب number three what do what do ها نختار إيه what do you do excellent what do you do what do you do ماذا تعمل أو إيه هو عملك علشان هنا السابج برناون بتاعي can you I am a dentist I am a dentist I am a dentist what do you want to do what do you want to do ماذا تريد أنت تصبح what do you want to do إنتا لما تكبر عايز تباقي هتقول I want to be an engineer I want to be a teacher أوكي عندنا في جزء اللانجوج أو الجرامر بتاعتنا السؤال what does he or she do والإجابة بتبقى he or she is a tiller is a teacher is an engineer وهكذا على حسب كل الوظائف أوكي كده خلصنا page 19 تعالوا نروح البيج اللي بعدها page 20 أوكي رحنا على page 20 التايتل بيقول goods and services goods and services يعني goods يعني بضائع services يعني خدمات services يعني خدمات goods and services عايزين نعرف مين من الجوبس دي بيدينا service أو خدمة معينة غير ملموزة ومين بيدينا بضاعة أو بدينا منتج نهائي عندنا exercise 1 بيقول لنا look and sort look انظر sort وصنف حط كل واحد في مكانه استحيح هنقسم الجوبس لناس بتدينا خدمة وناس بتدينا بضاعة أو بتدينا منتج زي مثلا أول حاجة عندنا الفايرفايتر اللي هو رجل المطافي أو رجل الإطفاء تاني بيكشر اللي هي نيرس نيرس ممرضة بيكر خباز انجينير مهندس دينتس طبيب الأسنان كاربينتر نجار داكتر طبيب فارمر مزارع أوكي عندنا في البوكس دا متقسم ل اول حاجة يعني أنا أصنع البضائع أنا أصنع البضائع يعني في النهاية بيديني منتج ملموس بجده منه تعالوا نشوف يا ترى الفايرفايتر بيصنع بضائع أو بأخد منه منتج ولا بأخد منه خدمة يبقى أول حاجة الفايرفايتر مش هينفع نحطه في الجودس هنحطه أول حاجة في السيرفز I give a service أوكي بقى الفايرفايتر أول حاجة عمدنا هنحطه في السكشن بتاع I give a service لأن احنا بنحصل منه على خدمة إيه هي الخدمة اللي بيقدم هلنا الفايرفايتر هنقول يعني يطفق الحرقة أوكي طيب تعالوا نشوف بيكتشر 2 بنحصل منها هنقول she makes good ولا she gives a service ولا she makes good she gives a service فعلا إحنا عندنا الممرضة مش بناخد منها منتج أو بضاعة معينة لكن بناخد منها خدمة طيب الممرضة بتعمل إيه هنقول she helps people she helps people يبقى أول حاجة تاني حاجة في services أو الناس اللي بناخد منها خدمات هي nurse هنقول nurse she helps people أوكي طيب بعد كده baker baker اللي هو الخباز يطرق ال baker بيدينا خدمة ولا بيدينا بضاعة أو منتج goods فعلا يبقى أول حاجة هنحطها في السكشن بتاع goods هو baker طيب baker بيعمل إيه he makes bread and cakes he makes bread and cakes أوكي طيب picture بعدها engineer engineer يطرق بيدينا service ولا بيدينا goods مين هيفكر service service لأنه بيدينا خدمة نهائية لو قولنا إن الانجينير يعني هو يشيد المباني أوكي طيب بعد كده عندنا الدنتست دنتست اللي هو طبيب الأسنان يطرق بيدينا جود ولا service service excellent يبقى دنتست هنحط في خانة service طيب عايزين نقول إن إيه هي وظفته أو بيعمل إيه هنقول he شاكس تيث هو يفحص الأسنان أو يصلح الأسنان ه شاكس تيث هالبكتشر بعدها فيها carpenter carpenter اللي هو النجار طيب يطرى النجار make goods ولا gives a service ها مين هيفكر معايا ويقول he makes goods فعلا he makes goods هو بيدينا منتج نهائي يطرى هو بيعمل لنا إيه تعال ونشوف هنقول he makes furniture he makes furniture هو يصنع الأثال بعد كده عندنا الدكتور يطرى الدكتور بيقدمنا service ولا good بيقدم لنا service he looks after sick people he looks after sick people هو يعتني بالناس المريضة آخر حاجة عندنا farmer farmer اللي هو الفلاح أو المزاير يطرى المزاير أو الفلاح بيدينا good ولا service good excellent طب بيعمل لنا حد يعرف يفكر يقول الفلاح إيه الخدمة اللي هو بيقدم ها لنا he grows vegetables vegetables اللي هو الخضروات أوكي يبقى عندنا في two sections section أول هو I make goods أول حاجة هنحطها هنا هي baker carpenter farmer أنا أقدم خدمة هي بقى الفاير فايتر والنيرز والدكتور والدنتست أوكي طيب كده آآ نكون خلصنا exercise one تعالوا نروح exercise two what goods do these people make ما هي البضائع اللي الناس بتقدمها وكمان what services do they give وإيه هي الخدمات اللي بيقدموها look and discuss انظر وناقش عندنا two friends صدقتنا بتقول a baker الخباز makes bread and cakes يصنع الخبز والكيك أو الكعك a baker makes bread and cakes صدقنا بيقول a nurse looks after sick people a nurse looks after sick people الممرضة تعتني بالناس المرضى بالناس المريضة أو الناس التعبينة a nurse looks after sick people احنا عرفنا في كل واحدة منهم يعني مثلا هنقول تعالوا نحفظ ال schedule ده هنقول a doctor looks after sick people الخبز to هما الاتنين بيشوروا على بعض you are you are أنت تكون هنا عندنا i هو subject pronouns بتاعي subject pronoun i جه معاه verb to be am إما إنما لما إنما لما لما you و you أخدت ايه أخدت are أنت تكون picture three we are نحن نكون picture four they are يبقى عندي عندي بس اللي بتاخد am أما you we they بيجي معهم are are بمعنى يكون وده verb to be اللي له ثلاثة أشكال am وis وare إمتا بستخدم an لما يبقى subject pronoun بتاعي i إمتا بستخدم is لما subject pronoun بتاعي بيبقى he or she or it إمتا بستخدم or لما subject pronoun أو ضمير الفعل بيبقى you we they وكي عندنا exercise four بيقول look write and say look انظر write اكتب and say وقل عندنا في word box في مجموعة من الverbs teach 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 يعلم help 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 يساعد am 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 أكون are 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 نكون أو تكون أو يكون أو يكون أوكي طيب تعالوا نشوف picture one صدقنا بيقول i am أنا أكون a firefighter i help people i help people أنا firefighter رجل ادفوق أنا بساعد الناس i am a firefighter i help people picture two i يا ترى i هتاخد ايه لما يبقى الصباح pronoun بتاعي i يا ترى هاختر ايه من تصريب verb to be i am excellent i am a teacher i am a teacher i space children عايزة فرب مناسب من الword books ده teach excellent i teach children أنا بدرس أو بعلم الأطفال أوكي عندنا picture three we space nurses we يعني نحن عايزين عايزة أقول نحن نكون ها verb to be المناسب مع subject pronoun بتاعي we we are excellent we are nurses we are nurses نحن ممرضات we people we help excellent we help people نحن نساعد الناس we help people type picture for they space عايزين نحط هنا verb مناسب من تصريف مناسب the verb to be the verb to be vets vets يعني طبيب بيطاري vets طبيب بيطاري vets أطباء بيطاريين they are excellent they are أول حاجة بنشوفها نشوف صارج pronoun بتاعي لو هو they هيجي are لو هو we يبقى are لو هو you هيبقى are هنا عندنا they فقلنا they are vets طيب they animals they help animals they help animals they help هم يساعدون الحيوانات أوكي يبقى الverbس الجديدة بتاعتنا teach يعلم أو يدرس help يساعد أوكي تعالوا نروح للبكتشر اللي تحت دي فيها two friends صدقنا بيقول what do you want to be what do you want to be ماذا تريد أن تكون what do you want to be صدقتنا قالت I want to be a I want to be a nurse أنا عايزة أبقى ممرضة في المستابل I want to be a nurse سألها سؤالتاني قالها why why يعني لماذا قالت I want to help people I want to help people يعني أنا أريد أن أساعد الناس what do you want to be what do you want to be نحاول نحفظ سيغل السؤال دي عايز تبقى إيه لما تكبر what do you want to be الإجابة بتبقى I want to be a or an ونقول اسم الجواب اللي احنا نفس نشتغل ها لما نكبر تاني يبقى حقول لكم تاني الدكتور بيعمل إيه هنقول كده خلصنا بيج 21 تعالوا نروح على بيج 22 التايتل بيقول لنا let's learn words هيا بنا نتعلم الكلمات إيه عندنا إكسرسايز 1 listen and write listen استمع and write وأكتب أوكي هي عجابة لنا word books في مجموعة من الwords عايزين نحط كل word منهم في مكانها الصحيح تعالوا نشوف الword books في إيه bakery 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 اللي هو المخبز building site building site building يعني بناء building site اللي هو موقع البناء اللي بيشتغل فيه الان انجينيرز farm 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 مزرعة hospital 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 مستشفى fire station fire station fire station محطة الاتفاع school 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 مدرسة أوكي عندنا picture 1 قالت لنا إني دي picture of a hospital طيب طيب تعالوا نشوف picture 2 يطرى دي picture of farm excellent farm يعني مزرعة طيب picture 3 ها fire station excellent محط الاتفاع picture 4 school excellent school المدرسة مين هيفكر هو ده building site موقع البناء لو بصين هنلاقي المكان بيت بنا بس لسه ما كملش البناء فيه آآ وده المكان بيشتغل فيه الانجينيرز فهنا هنقول building site موقع بناء طيب number 6 شايفين اللي بيشتغل ده الشيف أو الباكر يبقى المكان ده باكري excellent باكري اللي هو المخبز أوكي يبقى hospital farm fire station school building site بيكري أوكي عندنا exercise 2 look onzor and match وصل look and match onzor وصل أوكي عندنا 6 pictures عايزين نوصل كل جوب منهم بالمكان اللي بيشتغلوا فيه الستة دول عندنا picture A ده دي صورة اللي إيه fire fighter excellent fire fighter عايزين نوصلوا بالمكان اللي بيشتغل فيه ترى الفاير فايتر بيشتغل فيه في fire station excellent fire station picture 5 يعني نعمل له matching مع picture 5 طيب picture B she is a teacher دي مدرسة أو معلمة صدقنا تحت قالينا إيه قالينا a teacher works in a school المعلمة تعمل بالمدرسة علشان كده بيزي بيعملت matching ل picture B مع picture 1 طيب picture C he is an engineer هو مهندس يترى يترى الانجينير بيشتغل فيه ها building site building site رو موقع البناء يترى فيه البكتر اللي بتعبر عن البلدنج سايت picture 2 يبين he works he works in a bakery بيكري اللي هو المخبز فأنا عمل matching لبيكتر E مع بيكتر 6 بيكتر شو طيب عندنا بيكتر F doctor excellent doctor he is the doctor أكيد ال doctor works in a hospital عنا عمل matching مع picture 4 last picture picture D he is the farmer he is the farmer he works in a farm farm picture 3 كده خلصنا وصلنا كل job أو وظيفة منهم بالمكان اللي بيشتغلوا فيه خلصنا page 22 تعالوا نروح الpage اللي بعدها page 23 التايتل بيقول listening and listening and reading listening يعني استمع and reading و وقراء عندنا exercise 4 lock انظر listen استمع and complete واكمل اوكي عندنا دي صورة الصورة دي وصف الحاجة الموجودة فيها موجود في sentence 1 في البوكس الكبير المكتوب في 3 sentences دول sentence 1 بتقول my mom is عنا دلوقتي عايزي بكولوك at picture 1 my mom is a doctor my mom is a doctor ممتي معلق ممتي طبيبة ممتي بتشتغل طبيبة she in hospital عايزين هنا نحط verb she عايز اقول هي تعمل في المستشفى هقول she works she works work يعمل works ضفت للverb هنا s علشان ده ده من present simple tense وعندي السبجك بتاعي she بقى نضيف s للverb she works in a hospital she looks after she looks after looks after يعني يعطني الverb look after دفتلو s علشان ده من present simple tense وعلشان السبجك بتاعي she بنضيف s للفعل she looks after sick people my mom is a doctor she works in hospital she looks after sick people okay number two look at picture two my dad my dad a teacher ها حط اف ال space عايز اقول والدي يكون مدرس my dad subject pronoun بتاعي هنا he يبقى verb to be بيجي معي هو is هقول my dad is a teacher he at he teaches هقول هو يدرس في المدرسة هقول he teaches at a school he teaches at a school he teaches children هو يعلم القطفل my dad is a teacher he teaches at a school he teaches children sentence three my grandfather is a farmer my grandfather is a farmer look at picture three he works on a farm هو يعمل في المزرع he vegetables عيز أقول يزرع الخضروات he grows he grows vegetables هو يزرع الخضروات my mom is a doctor she works in a hospital she looks after sick people my dad is a teacher he teaches at school at a school he teaches children sentence three my grandfather is a farmer he works on a farm he grows vegetables ok عندي exercise five look and complete look انظر and complete واكمل عندنا في wordbox مجموعة من الكلمات عايزين نكمل بيها الجمل النقصة الwordbox في helps helps يساعد help يساعد helps تصريف الفعل في زمن present simpletons لما يبقى الsubject pronoun بتاعي he or she or at okay تاني verb هو locks 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 after يعني يعتني locks يعتني words يعمل builds يبني grows يزرع okay عندي picture one a nurse عايز a hot verb مناسب a nurse space people a nurse helps people excellent a vet space after animals looks after animals excellent picture three a firefighter at a fire station works excellent a firefighter works يعمل at a fire station في محطة الإطفاء a farmer vegetables عايز أقول إن هو بيزرع الخضروات a farmer grows vegetables grows يعني يزرع last picture an engineer المهندس عايز أقول إن هو بيبني البلدينغز بلدينغز يعني مبيني an engineer builds buildings an engineer build بلدينغز أوكي أعرفنا كده حطينا كل البرب في مكانه الصحيح البرب سدي حفظ آآ help يساعد look after يعتني بي work يعمل build يبني grow يزرع أوكي وصلنا لpage 23 نكون وصلنا لنهاية lesson 1 من unit 8 after work إن شاء الله next lesson هنبدأ بال phonics أو sounds of letters فين هيت listen ما تنساش تروح على زر subscribe تعمل لنا subscribe أو اشترك في القناة ما تنساش command تفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار إن درسنا الجديد نزل لو استفدت مننا ما تنساش تعمل لنا like و share وتعرف الناس على قناتنا قناة step by step التعليمية عايزة أتكلم في نقطة كده بجد مهمة جدا يعني أنا آآ بنزل الدرس فعلا في أول دقيقة باخد dislike يعني أنا حتى ما بقاش شرحت يعني اللي بيدخل يعمل dislike للفيديو أنا عايزة أفهم هو بيعمل dislike علشان إيه اللي مش عاجبه يعني أنا لسه ما تكلمتش أنا لسه ما قلتش ما ما قلتش حتى السلام عليكم كل ده في في البرزنتيشن في الأول ولقيت dislike بدأت فيعني أنا ما عنديش مشكلة إن انتوا تعملوا dislike طبعا كل واحد حر ويقيم براحته بس أنا ببقى عايزة إن الشخص يشوف في الأول أنا بقول إيه وبعد كده هو يقرر يعمل لايك يعمل ديسلايك يعمل سبسكرايب أو يسيب القناة أصلا فالموضوع يجعلكه يعني فرجاء لو سمعت اتفرج الأول وبعد كده بأحكم على المحتوى وما تنسوش برضو تتابعوني على الفيسبوك على صفحاتنا صفحات قناة بلاس كنتم معي أنا ميز شايماء من قناتي قناة ستيب باي ستيب بحبوكو جدا جود باي ترجمة نانسي قنقر